قضى البارحة فقلت من حسن ابن عبد الرحمن قال فقلت أنا ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة فلا يظن الناس أني صاحب الليل لماذا؟ لأنني في صلاة أعبد الله فيمدح بما ليس فيه قال أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت ولكني ماذا؟ لدغت الذي يكون من ذوات الصموم والعطرب والحية وغيرها وماذا عن القرص؟ يقال قرصتني نملة ومما له أسنان يقال ماذا؟ العض فيقول ولكني لدغت قال فما صنعت يعني تغير الموضوع نعم قال فما صنعت بعد أن لدغته قلت ارتقيت أي طلبت رقية من غيري قال فما حملك على ذلك ما دليلك على أن تطلب رقية من غيرك؟ فالسلف كانوا يقومون بكل شيء بدليل نعم كل ما قمت به بما يتعلق بالدين فأتي بالدليل قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث عندي دليل ما فعلته هكذا قال حديث حدثناه الشعبي الشعبي هو عامر ابن الشراحين عامر ابن شراحين الشعبي قال وما حدثكم أي ما حدثكم الشعبي قلت حدثنا عن بريدة بن حصين الأسلم الصحابي المشهور أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمت لا رقية إلا من عين أي إصابة عين والعين حق بعض الناس مجبولون على هذا عندما ينظر إليك ربما أعجب بك فتصاب بمره فيقول في هذا الحديث الحديث روي مرفوعا هنا قال أن بريدة بن حصين قال كانه من قوله روي مرفوعا أن نبي صلى الله عليه وسلم يقول لا رقية إلا من عين أو حمت فإصابة العين يرقى منها والحمت هي ماذا سم ذوات السموم فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول لا رقية إلا من عين أو حما فكأن هذا الحديث ينفي ماذا صحة الرقية إلا من هذين الاثنين نعم لكن في الحقيقة هو لا ينفي يقول الخطاب معناه لا رقية أنفع وأولى إلا من عين أو حما يهمتم هذا فالنفي الذي يأتي في النصوص قد يكون نفيا للحقيقة حقيقة شيء يعني غير موجود همتم هذا؟ وقد يكون نفيا للصحة كما إذا قيل لا صلاة لمن فعل كذا الآن نراه قام وصلى وقيل لا صلاة ماذا نفيا؟ الصحة وقد يكون نفيا للكمال كما لو قال ماذا؟ لا يؤمن أحدكم هل لا يؤمن الإيمان القلي؟ ماذا هو إيمان؟ فهذا نفي الكمال فكأنه في هذا الحديث أيضا ينفي كمال كمال النفعي في الرقية إلا إذا كانت من هذين الاثنين أدرقتم هذا؟ نعم قال سيد بن جبير قال له قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن حدثنا بن عباسي أحسن من انتهى إلى ما سمع الذي عمل بما علم واكتفى به نعم فهناك من يعمل عن جهل هذا مظموم ومن يعلم ولا يعمل هذا مظموم لكن هو عمل علم وعمل بما علم ولم يجاوزه فمدحه بهذا؟ أحسن من انتهى إلى ما سمع أي توقف عند علمه قال ولكن حدثنا بن عباسي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم يعني في ماذا؟ في المنام وفي بعض الروايات أن ذلك في الإسراء نعم لكن بعضهم يحكمون عليه بالشذوذ عرضت علي الأمم فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت النبي أي نبيا من الأنبياء ومعه الرهط الرهط الجماعة دون العشرة الجماعة التي لا يبلغ عددها عشرة أشخاص رأيت النبي معه دون العشرة يعني لم يؤمن به سوى هؤلاء الأشخاص قطر ربما ثلاثة خمسة ستة أو سبعة الذين آمنوا به والنبي ومعه الرجل والرجلان رأيت نبيا معه رجلا واحد يعني لم يؤمن به في دعوته سوى شخص واحد والرجلان رأيت نبيا ومعه رجلان فقط والنبي وليس معه أحد هذا نص على أن من الأنبياء من عاش حياته في الدعوة وتوفي ولم يؤمن به أحد إذ رفع لي سوال عظيم سوال يعني أشخاص أشخاص الناس من بعيد لا يؤرف ما هو فإمكان هذا الذي يسمى سوال لأن الناس عندما تنظر إليهم من بعيد لا تستطيع أن تفرق هذا وذاك فلا وإنما ترى صفة فقط قال فظلمت أنهم أمتي لكثرتهم فقيلني هذا موسى وقومه وهذا يدل على أن موسى أيضا آمن به جماعة من الناس هذا موسى وقومه فنظرت فإذا سوال عظيم وفي بعض الروايات فإذا سوال يملأ الأفق يعني أكثر من ذات فقيل لهذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب من هذه الأمة في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم استزاد ربه فزاد له مع كل ألف سبعون ألفا مع كل ألف من هؤلاء زيد له سبعين ألفا أيضا كم يكون العدد يا شباب كثير نعم ثم نهض النبي قام بعد هذا الكلام فدخل منزله فخاض الناس في أولئك يعني تحاوروا فيما بينهم من هؤلاء الذين سيدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب منهم فهذا خير وكل يريد الحصول عليه والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبين لا أوصاء ولا أسماء ولذلك فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله نعم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام عندما قال بعضهم لعلهم الذين صحبوا رسول الله ورد إشكال نحن ولدنا في الشرق أشركنا ثم أسلمنا ربما لا نكون نحن وإنما أولادنا الذين لم يشركوا بالله شيئا قطر قال بعض